أهلا بحضراتكم من جديد وهنروح لتعليقات جمهور النادي الأهلي ونشوف بيقول إيه لهاب أمين ونشوف رده يمكن نروح كده لتعليق أيلو سليمان العمدة بيقول كل سنة طيبين طلب واحد اعتزال في الأهلي ماجيك إن شاء الله طيب خلينا نشوف معنا زينب السيد أصعب مبراء ما الحيناش نروح لربيع محمود كل سنة طيبين سؤالي لبقيت محاطق مع الأهلي خصوصا بعد التجديد هم يمكن هدفين أول واحد اللي هو قريب طبعا الدوري إن شاء الله نحن نفوز بطورة الدوري ومش بس نشارك بطورة أفريكي لأقون كسبها كمان طبعا يعني أقل لحاجة نقدر نقدمها للنادي الفترة الجاية الهدف الطويل بقى إن شاء الله التلات سنين الجايين يعني زي ما بقول لي بقى يعني فترة ذهبية في كرة السهلة إن شاء الله الفترة الجاية يمكن كان فيه فترة زي دي حوالي من 10 أو 15 سنة عايزين نكرر الموضوع ده إن شاء الله في السنين الجاية مع النادي إن شاء الله فيها سئلة تانية يا جمعين آه معنا معنا إسراء يوسف بتقول مين مسلك الأعلى أو بتحب طريقته في اللعب من لعبة الان بي إيه وليه وإيه فريقك المفضل فريق المفضل هو سنة انتونيو سبوز يمكن السنة دي أو بقى له سنتين بعيد بعيد قوي يمكن ويخش البلاي اوفس بس هم من أكثر الفرع اللي كسب طبعا الان بي ايه وعنده كوتش هولف فيمر بوبوفيتش من أحسن مدالبين في تاريخ الان بي ايه ولسه يمكن من أسبوعين بقى أكثر كوتش كسب ماتشاط في تاريخ الان بي ايه بوبوفيتش فطبعا أسطورة وأكثر لعيب بحبه يمكن بيلعف نفس الفرع بس هو اعتزل بس هو برضو في الهولف فيم دلوقتي لسه داخل السنة دي مانويل جينوبلي هو أرجنتيني أشوال بس طريق جينوبلي اعتزل اه اعتزل اعتزل ودخل الهولف فيم على طول السنة دي ترشح لها فعلا بالزبط يمكن هو كان مجيلي ذهبي من سبوز وطريقة لعبه بحبها قوي طرف ان هو جيلي وانا كنت مفروض ألعب أصاده بس كان كأس العلم في استراليا سنة سبعة وتسعين بس انا ما روحتش روحت مع المنتخب الكبير عشان كانوا عايزين اللي راح ليه بحصاده كان إسماعيل أحمد والغنان ده كان الجيل وكانوا فيه سكولا الجيل ده في سكولا كمان سكولا طبعا سكولا جامد ومازالوا لغد وقت بلعب مع المنتخب الأرجنتين وكان معهم برضو كان فيه لعب كمان يعني هما كان الجيل ده خلص كأس العلم تحت 19 وكلهم تلوا على الانبي فجنبلي من اللعيب اللي أنا بشاركك فيه أنه رأي أنه من اللعيب مع النادي ومع المنتخب مع سبيرز ومنتخب الأرجنتين كمان فادر يلعب مع النادي ومنتخب من وهو صغير لغاية ما كبر فيعني ده بحبه نفسي بقى زيه طب مين مسلك الأعلى محليا قد بالك محليا محليا يعني ممكن وأنا صغير أنا طبعا من ناجهي نادي سبورتينج اسكندراني فأنا صغير طبعا يعني كنا كلنا بنوح نتفرج على كابتن أحمد منير كان بيعمل حاجات طبعا كنا وقتها يعني بنحبه جدا بنوح نتفرج على ماتشوته بالنسبة لي كان مثلي على منوح صغير ويمكن لعبت معاها وكسبت معا الدوري والكاس فاللعيب جميل واللعيب رائع طبعا وانت خطرت حد يعني جميل أنا نحب جدا احنا كده نأكد على إجاباته السابقة لأن الرجل بيجاوبه انتها الصراحة طبعا ملوح اللي بعده أي أهم بطولة كسبتها مع نادي الأهلي طبعا عمر مرموش بيقول لك أي أهم بطولة كسبتها مع نادي الأهلي لحد دلوقتي وإيه هو أهم ماتش شاركت في معنا بقى يمكن أهم بطولة أعتقد بالنسبة لي البطولة العربية يمكن الأولى في تاريخ النادي فدي حاجة تميزة على أي بطولة تانية كسبتها مع النادي أنا بقى ثلاث سنين بس يمكن دي أهم بطولة أهم ماتش ممكن أقول البطولة العربية مع الكويتي الكويتي يمكن كان معهم اثنين محترفين لعبه في اليورو ليج ولعبه على ليفل عالي جدا بالذات السنتر كان كويس بالضبط فكان ماتش صعب قوي بس كنا محضرين له كويس وكنا مشيين كويس في البطولة فالحمد الله يا ربنا وفتحته في السكور فرايحتونا بأمانة يعني لما طلعنا عليهم كثير ارتحنا وانتوا ارتحتو رايحتو ناسي بتتفرج يمكن الفاينال هو كان ماتش للتحاق الفاينال كان التالت اللي هو قبل النهائي مع الاتحاد هو ده كان الحقيقة المباراة الفاينال وكانت مباراة عصيبة يعني مباراة عصيبة مباراة عصيبة وكان ما احناش عارفين لآخر وقت من يكسب بس التحكيم كان ليه دور يعني التحكيم كان بأمانة كويس جدا وكان فير وفيه كورتين فايسل كده يدون حقنا فيها فيمكن ده كان احد اهم اسباب المكسب ان انت بتلعب تحت وازال التحكيم كان مية في المية فير نافي يعني مباراة الاتحاد دايما كابتن بيكون فيه حاسية جديدة وفيه سؤال انا حابة اسأله لك يعني لما بتابع مباراة الاتحاد ليه هما لما بيفرقوا عندنا بنقدر نرجع ونقدر نعمل ران عليهم ونفوز بالمباراة وليه احنا في اوقات كتير لما احنا اللي بنفرق هما يعملوا ران علينا ما بنقدرش نرجع تاني المباراة يمكن اخر ثلاث سنين تقريبا كان معظم الفينالات في كل البطولات احنا والاتحاد فبينها يعني خلاص حافزين بعض تقريبا زي ما بيقولوا وهي الباسكت لعبة يعني كلها رانز يعني ممكن فرقة توصل مثلا تجيب عشر او اتناشا او اربع عشر بنت وارا بعد فرقة تانية تعمل نفس الكسة فهي الباسكت لعبة طبعا حاجة بتميزها ان هي ممكن فرقة تبقى كسبانة وفرقة تانية ترجع على طول وفرقة الاتحاد بتتميز بكده يعني عندهم دايما بيعملوا كده واحنا يمكن بنحاول نبقى احنا دايما معنا الليد بس يمكن ده ما كانش موجود في اخر ماتش في نهاية الكاس كانوا هم المرة دي هم اللي كان معهم ويمكن وصلوا تريما اتناشا او اربعتاشر بوينت دي هم والحمد الله قادرنا نرجع يعني احنا كنا الماتش ده بالنسبة لنا كان مهم جدا انت